موسيقى 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 ويعني مظاهر سوء وشوف بدالها مسرح بستير ونور بجلد يعني بفضل الله كده قاعة الحكمة على ما هي عليها دلوقتي هو ده الصورة اللي أنا جات في عيني ترسمت في خيالي مسرح بستير ونور ما كانش في مدرجات يعني الصورة اللي أنا شفتها ساعيتها ما كانش مدرجات كانت أرض منبسطة وقدامها مسرح ففي ساعيتها الحقيقة حسيت انه المكان يونادي وهي فرصة غير مستغلة على الاطلاق وعبقة على كل حاجة وفي موقع ممتاز فكلمت وقتها دكتور عبدالحليم شحاتك المحافظة القاهرة وكانت استجابته مفاجأة ليا وللاخرين كل الناس قالوا لي ما تحاولش أصلا ده معروف عنه يعني التحفظ الشديد ومش هيرضى يغامر مغامرة زي دي فانسى قلت والله ما عنديش حاجة يخسرها وطلبت منه ان انا ابتدي سؤالي له الحقيقة تسمح لي انظف المكان ده فكان سريع جدا في الاجابة اشتغل يعني اللفظ كده الوحيد اللي نطق بيه ساعتها اشتغل وانا اعتبرت دي موافقة رسمية واشتغلت من تاني يوم على طول في ازالة المخلفات ورفعها ويعني كانت عبء لانه كان فيه اجزاء منها خرصانات سقطت اثناء انشاء الكبري وما حدش كان مهتم يشيلها لانه كده ولا كده المنطقة مش على الخريطة فمش مهم ما يشيلوها ليه فاتثابت مكانها فعملنا جهد كبيرة عشان نخلي المكان من كل هذي الاشياء وبدأنا بشكل يعني فقير جدا اقدر اقول لفيه تكيفات مفتوحة اصوات الضوضاء الخارجية الطرق المحيطة بالمكان مطلع ومنزل كبري وتبساد بتدخل وتطلع بترد منها طراب واصوات مخيفة ومع كل ده لما بدأنا لقيت استحسان من الناس اللي حضروا اعدادهم محدود جدا طبعا انما كان باين اوي في عيونهم التشجيع والوقوف وراء الفكرة فما كانش عندي الا ان الواحد فعلا يعني ما ينامش ويوصل الليل بنهار عشان يفدل يطور قدر المستطاع ويضيف الى المكان ما كانش عندنا لحياة قدرات مالية تسمح ان نعمل كل حاجة بسرعة انما لجأنا الى رعاية ولجأنا الى حلول زي عضوية الناس بتدفع اشتراكات وهكذا اصبح هناك على خريطة الفكرة والثقافة زي ما حبينا من اول يوم نقول تسقي فكرة وثقافة مكان له وجود يعني انا مش عايز اقيم انا خالص اداءنا لانه يعني انا انا عرف اشوف فيه سلبيات كتير بقدر ما فيه بفضل الله ايجابيات انما مؤكد هو موجود موجود بقى 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 اي جودة دي مسألة لازم حد غير اللي يتصدى لها انا مختار من الاول يوم والغاية النهاردة ان احنا نعتمد في المقام الاول على المستفيد من هذا المكان وهم الجمهور الشعب الناس مش جهات بقدر المستطاع دايما بخاف من فكرة ان احنا نبقى بندعم من الدولة فتغضب علينا فتسحب الدعم او بندعم من شركات محدودة فقط احنا بندعم الوقت من شركات ومن بداية على فكرة يعني من اول الناس اللي اهتموا بدعم المكان ده كان نجيب ساويرس مبنيل ده حقيقة يعني اللي يمكن ننكرها ولازم نشكره ونحقي عليها ومجموعة اخرى بنك العربي الافريقي والشركة جهينة يعني جهينة عادت معنا سنوات طويلة وحتى وان كانت غيرت يعني موقفها مؤخرا انما بالنسبة لي جهينة طبعا من اكبر الدعمين للمكان برجع اقول لها حاجة تاني انه وارد ان الشركة تقرر ترع سنة اثنين ثلاثة وبعد كده تتغير سياستها لأي سبب الدولة زي ما قلت يعني الله اعلم بموقفها او ميزانياتها او غيره الشعب هو الضمانة الاكبر لاستمرار اي نشاط واحنا الحمد لله يعني متوقعين على الله وجانب كبير اوي من تمويل هذا المكان بيتم باشتراكات العضوية السنوية وطبعا بحضور الحفلة التذاكر يعني الناس بتحضر عندنا تذاكر بفلوس بتحضر ورش تعليم فنون مختلفة بفلوس محدودة واسعارنا اقل من الاسعار الحكومية في اغلب الاحوال يعني بخلاف المشروعات اللي بتتعامل مخصوص يعني بشكل زيد التكاليف انما احنا في الغالب اسعارنا الحمد لله اقل من اي حتى تاني الجوانب الفنية الانشائية كان لازم نحصل على موافقات احنا تحت كبري الكبري عادة الادارات المسؤولة عنه بتفضل انه ما يكونش حاوله نشاط حتى لا يتعرض لاي شكل من اشكال الاعتداء الحقيقة ان احنا نجحنا في اقناع الجهات المسؤولة انه بالعكس ده وجودنا حماية الكبري ده الشكل اللي كان عليه الاول ما اسهل كان ان احد يخش يحط حاجة مصيبة وتفرق يعني فبالعكس وجود هذا النشاط المستنير المنير القائم على تغيير السلوكيات مجتمع ما فيش حاجة اسمها تدخين احنا مكان ما فيوش تدخين ما فيوش مصادر لهب فبالعكس يعني احنا بنحمي الكبري لو حد عين يعني جهها عشان تحميه مش هتكون احرص عليه مننا فمشكلات في استكمال اوراق في انه يكون فيه تصريح مزاولة نشاط الحاجات دي طبيعية ويكونوا بنتعامل معها دايما بصبر طويل وهدوء وقبول لكل ما يعني يطلب من طلبات والحمد لله يعني في الاخر كان عندنا برنامج يعني يندر انه تسقط منه حاجة من من اهم ركائزنا في المكان ده انه ما يعلن عنه يحترم وينفذ يعني فالحمد لله ما كانش ممكن افصل اسم المكان عنه بس بدأت في الاول اعمل مسميات انا اه في تقديري كان دايما انها دمات يل يعني يعني ايه هقول مركز عبناء مصاوي الثقافي مش حاجة مغرية يعني او قاعة عبناء مصاوي للفنون والثقافة او مجمع عبناء مصاوي الفني او يعني كل المسميات التقليدية دي الحقيقة استبعدتها واعدت كده في بحث لغاية ما ربنا اكرمني بان طب ما هو عبناء مصاوي هو صاحب الساقية صاحب الخماسية المجموعة الادبية الاشهر فطب ما نستخدم هذا اللفظ العربي الصحيح المصري الاصيل جدا المتغلغل في حياة المصريين في القرية هي الاساس هي هي محور كل نشاط اه الرأي هو يعني حياة المصري عبر العصور فقلت استخدم الساقية وبعدين بنسبها ايه عبناء مصاوي بقى انا حققت كل اللي اتمنىه وبالفعل بقى الاسم من البداية خالص ساقية عبناء مصاوي وكنت حريص انه محدش يجي في وقت من الاوقات وده بيحصل احيانا بس بافضل اقوم ان تبقى اسمها ساقية الصاوي لا هي ساقية عبدالمناء مصاوي عشان يظل هو ابوي الله ارحمه مش انا يعني لانه في ناس بتتخيل انه ان انا مسميها باسمي يعني انا انا طبعا مش هسميها باسمي لان انا مقتنع ان هو اقدر مني والله يرحمك انا يعني صادقا جدا في في علاقته بالاداب والابداع والفنون وحريات فما ينفعش هتجاوزه وحط حاجة على اسم انا يعني واتمنى ان ربنا يعني يحفظ المكان ده ويستمر في نفع الناس بتحت هذا الاسم بنون اي تغيير يعني عبدالمناء مصاوي الله يرحمه يعني ان شاء الله يكون اسم مستمر موسيقى موسيقى